هذا فيما جددت السفارة الأمريكية في إسرائيل التحذير لموظفيها بعدم مغادرة منطقة تل أبيب والقدس وبئر السبعة حتى إشعار آخر حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية يأتي هذا فيما دعت أستراليا رعيها إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية مشيرة إلى وجود خطر كبير يتمثل بردود عسكرية وهجمات إرهابية قد تتعرض لها إسرائيل هذا وكشف الإعلام الإسرائيلي بأن المنظومات الدفاعية لدولة الاحتلال في حالة تأهب قصوى